تحدثنا في حلقة سابقة عن العنصرية وموقف الإسلام منها في هذا اللقاء نتحدث عن منهج النبي صلى الله عليه وسلم في هدم أركان العنصرية كيف تمكن رسول الله من القضاء على هذه الأفكار الجاهلية وكيف سار الصحابة من بعده أسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدين الأكارم يطيب لي أن أرحب بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم فاسألوا أهل الذكر كما يسعدني أن أرحب بفضيلة الدكتور منقذ السقار دكتورة في مقارنة الأديان مرحبا بكم دكتور منقذ بداية بعث النبي صلى الله عليه وسلم في مجتمع قبلي يقدس القبيلة كيف تمكن رسول الله من إحداث ثورة فكرية تغير هذه العادات والمفاهيم الخاطئة لدى المجتمع الإسلامي الجديد بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام وعلى رسول الله أخي الكريم الأديان عندما ينزلها الله تبارك وتعالى إنما ينزلها لإعادة صياغة الإنسان لبرمجته وفق ما يريده الله تبارك وتعالى لإلغاء الشطط الذي يقع فيه الناس بسبب أهوائهم وشهواتهم لذلك بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق وفي رواية مكارم الأخلاق فهذا غرض أساسي في بعثة الأنبياء عليهم صلوات ربي وسلامه عندما جاء النبي عليه الصلاة والسلام إلى هذا المجتمع وجد فيه أدرانا كثيرة فعمل على إزالتها جميعا نقلهم من حياة القبلية إلى حياة الأمة الواحدة الأمة التي يجتمع فيها المسلم مع المسلم على اختلاف أجناسهم وعلى اختلاف ألوانهم النبي عليه الصلاة والسلام أخبرهم بأنهم لا يتمايزون بألوانهم ولا بغيناهم ولا بغير ذلك مما اعتاد الناس أن يعتزوا به من الدنيا إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم إنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم فإذن هناك قيمة جديدة ينبغي أن تراعوها أن الله عز وجل يهمه منكم الإيمان العمل الصالح حكى لهم إن أكرمكم عند الله أتقاكم الكريم عند الله ليس هو الغني ليس هو ابن الشرف والحسب والنسب بل الشرف الجديد هو شرف الدين هو شرف طاعة الله تبارك وتعالى الصحابة رضوان الله عليهم جلسوا مرة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه يا رسول الله من أكرم الناس يريدون أن يجيبهم قبيلة كذا أو قبيلة كذا أو قبيلة كذا فقال عليه الصلاة والسلام أكرم الناس أتقاهم قالوا يا رسول الله ليس عن هذا نسألك فالنبي عليه الصلاة والسلام يعرف ماذا يسألون فأجابهم أكرم الناس يوسف عليه السلام ابن نبي الله يعقوب ابن نبي الله إسحاق ابن خليل الله إبراهيم عليه السلام الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم فقالوا يا رسول الله ليس عن هذا نسألك فقال تسألوني عن معادن العرب تريدون أن تعرفوا ما هي أفضل قبائل العرب قالوا نعم يا رسول الله فقال عليه الصلاة والسلام خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام لكن إذا تحلوا بأمر مهم ألا وهو الفقه في دين الله تبارك وتعالى نعم فالنبي عليه الصلاة والسلام يعيد صياغة هذا المجتمع من تقديس القبيلة من احترام القبيلة إلى أن ينظر الجميع بمنظار واحد أن الأتقى والأكرم هو من أكرمه الله تبارك وتعالى لذلك ترى النبي عليه الصلاة والسلام هو جالس بينهم يقول اللهم أحيني مسكينة وأمتني مسكينة واحشرني في زمرة المساكين يحامل عليه الصلاة والسلام وقد نجح في ذلك أن يبين لهم أن المفارقات التي كانوا يعتمدونها في الجاهلية مفارقات مرفوضة وأن الإسلام يؤسس لعهد جديد العهد الذي شعاره إن أكرمكم عند الله أتقاكم دكتور منقذ لا شك أن التربية النبوية للصحابة اقترنت بمنهج عملي ماذا عن هذا المنهج؟ أن دمي عليه الصلاة والسلام اهتم من الجانب العملي أيضا بتصحيح هذا المسار النفسي عند الصحابة رضوان الله عليه فمثلا عندما أعلن إن أكرمكم عند الله أتقاكم حولها إلى عمل مبرمج في حياة المسلمين عندما أراد أن يرسل بعثا من القبائل العرب فاستقرأهم ما معكم من القرآن هذا يقول معي سورة كذا هذا يقول معي سورة كذا فجاء رجل فقال معي سورة البقرة وكان من أحدثهم سنا فقال عليه الصلاة والسلام اذهب فأنت أميرهم ليش؟ لأنه أكثرهم قراءة للقرآن الصحابة يرون إنما يقدم النبي عليه الصلاة والسلام بموجب قراءة القرآن عندما يرسل بعثا يختار أقرأهم لكتاب الله ويقول يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله ما قال أشرفهم نسبا ولا أكثرهم مالا طيب فإن كانوا سوا فأعلمهم بالسنة فإن كانوا سوا فأقدمهم هجرة فإن كانوا سوا فأقدمهم إسلاما إذن هو يعيد صياغتهم أن الأفضلية في المجتمع المسلم منوطة بالفاضلية العمل وليس بفاضلية النسب أو المال أو الجنس النبي عليه الصلاة والسلام عندما دفن شهداء أحد كان يسأل من أقدمهم إسلاما من أكثرهم حفظا فيقدمه في اللحد قضية ليست ذات بال أن يقدم هذا أو هذا لكن النبي عليه الصلاة والسلام يعلمهم شيئا جديدا أن الإسلام يمائز الناس على حساب أعمالهم وليس على حساب أنسابهم انظر أخي الكريم إلى هذا الدرس التربوي من النبي عليه الصلاة والسلام يقول مر رجل أمام النبي صلى الله عليه وسلم فقال لرجل جالس عنده ما رأيك في هذا؟ إيش رأيك بهذا الرجل؟ فقال هذا رجل من أشراف الناس هذا والله حري إن خطب أن ينكح وإن شفع أن يشفع هذا إذا طلب طلب من أي أحد الناس ستقبل فسكت النبي عليه الصلاة والسلام ثم مر رجل من دهماء المسلمين فقال ما رأيك في هذا؟ فقال يا رسول الله هذا رجل من فقراء المسلمين هذا حري إن خطب أن لا يخطب وإن شفع أن لا يشفع فقال عليه الصلاة والسلام هذا خير من ملء الأرض من هذا عجيب شوف الدرس عند النبي عليه الصلاة والسلام هذا الذي يعزه الناس ويحترمونه ويقومون له هذا الرجل الفقير المسكين الذي لا يؤبه له عند الله يساوي ملء الأرض إذا في مليون واحد على وجه الأرض من ذاك الأول فإن هذا الثاني يعادلهم جميعا في رواية أخرى للحديث عند ابن حبان يقول أبو ذر رضي الله عنه قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تعرف فلانا لرجل من أعيان قريش فقلت نعم يا رسول الله أعرفه فقال كيف تراه ما رأيك فيه قال هذا إذا حضر أدخل وإذا سأل أعطي فقال لي عليه الصلاة والسلام هل تعرف فلانا لرجل من فقراء أهل الصفة فقلت ما أعرفه فما زال النبي عليه الصلاة والسلام ينعته حتى عرفه فقلت قد عرفته يا رسول الله فقال عليه الصلاة والسلام فماذا تراه قال هذا رجل من فقراء المسلمين هذا حري إن سأل أن لا يعطى وإن حضر أن لا يدخل فقال عليه الصلاة والسلام هو خير من طلاع الأرض من ذاك كم تطلع الشمس على مثل هذا فهذا خير من طلاع الأرض من ذلك الرجل الذي يعزه الناس والذي يحترمه الناس في رواية تقول أن هذا الرجل الذي لا يعرف اسمه جعيل يعني حتى في اسمه سبحان الله لم يوفق أبوه في تسميته لكن مع ذلك عند الله عز وجل هو أكرم من ملء الأرض من ذاك الأول النبي عليه الصلاة والسلام كان يعيد صياغة هذا المجتمع يعيد برمجة القيم فيه لتصبح في ضوء قول الله عز وجل إن أكرمكم عند الله أتقاكم لكن دكتور منقذ كيف نفهم تفضيل النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه وآل بيته على سائر الأمة هل هذا التفضيل كان بناء على أجناسهم بناء على ألوانهم بناء على قبائلهم أم كان امتيازا بسبب أعمالهم وسبقهم إلى الإسلام الله عز وجل هو الذي أعطى هؤلاء هذه الدرجة وهذا التفضيل والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين تبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه هؤلاء الذين بذلوا أرواحهم في سبيل الله عز وجل هؤلاء الذين وصفهم الله عز وجل فقال عنهم حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون هؤلاء الذين وصفوا في آية أخرى أولئك هم المفلحون هؤلاء يستحقون أن يميزوا عن غيرهم من الناس هؤلاء الذين حفظوا لنا القرآن الذين نقلوا لنا السنة الذين فتح الله بهم الدنيا ليدخل إليها دين الله تبارك وتعالى وينتشر بين الناس فإذن أساس تفضيلهم ليس بناء على أعراقهم ولا على ألوانهم النبي عليه الصلاة والسلام فاضلهم بحسب سبقهم في الإسلام لذلك عمر رضي الله عنه ماذا يقول عذران على المقاطعة دكتور ولكن حديثنا الآن عن آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم هم تربطهم قرابة بالنبي نعم ما هو التفضيل الذي أنيط بآل البيت هل آل البيت إذا فعلوا حسن من الحسنات تكتب لهم بمئة حسنة والناس تكتب لهم بحسنة واحدة هذا بالطبع لا هل إذا فعلوا شيئا لا يقام عليهم حد لا النبي عليه الصلاة والسلام يقول عن آل البيت يقول يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئا ويقول لآل البيت لا يأتيني الناس بأعمالهم وتأتوني بأنسابكم إذن قضية النسب من بطئ به عمله لم يسرع به نسبه الناس متساوون تحت قاعدة أكرمكم عند الله أتقاكم الآن أبو لهب أليس من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم هو عم النبي صلى الله عليه وسلم أيهما أكرم على الله بلال الحبشي أم أبو لهب القرشي لا بالطبع بالطبع هذا حطب جهنم وذاك بلال رضي الله عنه الذي يقول عنه عمر بلال سيدنا سلمان الفارسي وإن كان الحديث فيه ضعف سلمان منا آل البيت فهذا الرجل الفارسي صار من آل البيت وأبو جهل لم يعد من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم فإذا القاعدة الإسلامية إن أكرمكم عند الله أتقاكم هي سائدة على الجميع لكن ما الذي يميز به آل البيت قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة أن نكرمهم لأنهم آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام أنت لو لك شيخ من المشايخ فهذا الشيخ تكرم أبناءه وآل بيته إكراما له لو واحد صنع لك معروف ساعدك مثلا في دراسة الجامعة فأنت تكرمه فإذا جاءك ابنه أكرمته إكراما لأبيه هذا فقط ما هو لآل البيت لكن بعد ذلك ليس لهم أي رتبة في هذا الكون ليس لهم أي استحقاقات خارجة عن ما هو مألوف في دنيا المسلمين اسمح لنا بفاصل دكتور أعزائي المشاهدين فاصل قصير فابقوا معنا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة نرحب بكم مشاهدين في القسم الثاني من هذه الحلقة كما نرحب مجددا بضيفنا الدكتور منقذ السقار دكتوراه في مقارنة الأديان دكتور منقذ أشرت في القسم الأول من الحلقة بأن منهج النبي صلى الله عليه وسلم في التفضيل لم يكن مبنيا وقل حسبي أو النسب ما هي المعايير التي اعتمدها النبي صلى الله عليه وسلم ما هي معايير الخيرية التي أوردها الإسلام نعم أخي الكريم الناس كانت ترى أن الخير هو صاحب الحسب والنسب فجاء النبي عليه الصلاة والسلام فقال خيركم من تعلم القرآن وعلمه خير الناس أنفعهم للناس خيركم خياركم لأهله وأنا خيركم لأهلي خيركم من طال عمره وحسن عمله خيركم من يرجع خيره ويؤمن شره إذن هناك معايير جديدة للخيرية لا ترتبط باللون ولا ترتبط بالجنس إنما ترتبط بخيرية العمل وفق القاعدة التي ذكرناها إن أكرمكم عند الله أتقاكم دكتور منقذ يقول تعالى في كتابه العزيز يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم من خلال استقرائكم دكتور للسيرة النبوية كيف عاش النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه مع هذه الآية وكيف تراها في واقعنا اليوم الله عز وجل بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالميزان ومنه ميزان تفاضل الناس لذلك صاغ أمة واحدة يستوي فيها المسلمون المسلمون ذمة واحدة يجير عليهم أدناهم فالمسلمون صاروا باسم الإسلام متساوين مهما اختلفت وتباينت لغاتهم وأجناسهم وأعراقهم مثل ما بيقول مالكم إكس الإسلام مصاب بمرض لكن هذا المرض مرض إيجابي وهو عمل ألوان لا يمايز بين الناس بألوانهم لو نلحظ كيف أن الله عز وجل رب المجتمع المسلم بحادثة وقعت للنبي عليه الصلاة والسلام هو مشغول مع سادات قريش يرجو إسلامهم فدخل عبد الله بن أم مكتوم رجل أعمى من فقراء المسلمين فالنبي عليه الصلاة والسلام عبس في وجهه هذا ليس وقتك هذا وقت سادة قريش لو أسلموا أسلمت قريش بكاملها الله عز وجل عاتب نبيه عليه الصلاة والسلام على هذا العبوس الذي لم يره عبد الله بن أم مكتوم فعبس وتولى أن جاءه الأعمى حين نزلت هذه الآية كانت تربية للمجتمع المسلم برمته بأننا أمام قيمة جديدة الناس فيها يصبحون في القمة بأعمالهم بسبقهم من الإسلام وكفار قريش يصبحون لا قيمة لهم ذات يوم حصل حادث وله دلالات مهمة في المجتمع المسلم مر أبو سفيان وهو بصحبة أبي بكر الصديق ضي الله عنه عندما جاء أبو سفيان لتوقيع صلح الحديبية مر على عمار وعلى سلمان وعلى أبو مسعود وغيرهم من الصحابة رضوان الله عليهم فلما رأوه وهو يومئذ على الكفر قالوا ما أخذت سيوف الله من عدو الله ما أخذها يعني كانوا ودنا أننا انتقمنا منك يا أبا سفيان فلما رأوهم أبو بكر يقولون هذا قال أتقولون هذا لسيد قريش كيف تقول هذا لأبو سفيان هذا سيد العرب كيف تخاطبونه بهذه الطريقة ثم انطلق إلى النبي عليه الصلاة والسلام فشكاهم فقال له النبي عليه الصلاة والسلام يا أبا بكر لعلك أغضبتهم إن كنت أغضبتهم فقد أغضبت ربك تخيل أخي الكريم أن الله عز وجل يغضب إذا غضب هؤلاء الأعبد هؤلاء المساكين هؤلاء الذين أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يلوذ بهم ولا تطل الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجه لما طلبه كفار قريش بأن يطردهم ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين أقول هؤلاء أمره الله عز وجل أن يلوذ بهم فإن غضب هؤلاء غضب رب السماء لغضبهم فعاد إليهم أبو بكر رضي الله عنه قال يا إخوتاء أغضبتكم قالوا لا يغفر الله لك نعم حينها سكن أبو بكر الصديق رضي الله عنه وعلم بأن الله لم يغضب عليه لأن هؤلاء لم يغضبوا عليه هنا الإسلام يؤسس لقيم المجتمع المسلم الجديد دكتور هناك بعض المواقف التي حصلت مع الجيل الأول من الصحابة منها ما حصل مع سيدنا أبي بكر بينه وبين سيدنا عمر بن العاص هذه المواقف كيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم وكيف كانت استجابة الصحابة لا يخلو مجتمع إنساني من الأخطاء دائما هناك قيم عليا تنزل من السماء والناس يتفاوتون في تطبيقها لكن حينما يكون المجتمع في حال سليمة فإنه إذا خرج عن الخط يعود إليه ولا يستمرئ هذا الانحراف حتى يصبح الانحراف أصلا في المجتمع وقعت أحداث عند النبي صلى الله عليه وسلم فقام بإعادة المجتمع إلى القيم تخيل أنك تعيش في مجتمع قيمه الجاهلية ممتدة إلى قرون وأنك الآن تحاول أن تنتزع هذا المجتمع من هذه الجاهلية موقفان حصلا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم يكشفان كيف يقوم المجتمع بتصحيح أخطائه الأول حصلت ملاحا بين أبي ذر الغفار العربي وبين بلال الحبشي رضي الله عنهما وأرضاهما فقام أبو ذر رضي الله عنه وقال لبلال يبنى السوداء بلغ الخبر النبي عليه الصلاة والسلام فقال أعيرته بأمه إنك امرء فيك جاهلية فيك خصلة من خصال الجاهلية وهي التفاضل بالأحساب والأنساب فما زال أبو ذر رضي الله عنه يعتذر من بلال حتى عذره وغفر له هذا موقف أول موقف ثاني حصل بين المغيرة ابن شعب رضي الله عنه وعمر بن العاص رضي الله عنه حصل بينهما ملاحا فسب المغيرة عمر بن العاص رضي الله عنه فقام عمر رضي الله عنه فقال له وهو يعيره بجده يا آله صيص يا آله صيص أتسبني فما كان من عبد الله ابن عمر بن العاص حين سمع أباه يسب المغيرة بن شعب إلا أن قال له يا أبتي أدعوت بدعو القبائل وقد نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم كيف تفعل هذا وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عنه تسبه بأبيه وبجده فرفض الإبن فعل أبيه وأرشده إلى أنه قد خالف النهج الإسلامي فماذا فعل عمر رضي الله عنه تقول الرواية فأعتقى ثلاثين رقبا نعم المجتمع حين يكون مجتمعا منضبطا بالشريعة تحصل فيه أخطاء تحصل فيه بعض النتوآت لكن المجتمع يعود مرة أخرى إلى نهج الله ويقوم بعملية تصحيح لينساق من جديد إلى نهج الله تبارك وتعالى أحسن الله عليكم دكتور منقذ سؤالنا الأخير لهذا اللقاء اليوم بعد وفاته صلى الله عليه وسلم هل تمسك الصحابة رضوان الله تعالى عليهم بمنهج النبي صلى الله عليه وسلم في نبذ التعصب والعنصرية نعم في الفترة الراشدية بعد النبي عليه الصلاة والسلام بقيت قيم الإسلام حاكمة بدرجة كبيرة وهذا يتضح لنا من عدة أمور منها أنه تم تولية بعض هائلاء الموالي أو بعض أولئك العبي تم توليتهم على المسلمين فعاد سلمان رضي الله عنه إلى بلاد فارس أميرا على المدائن رضي الله عنه وأرضاه عبد الله بن أمكتوم كان أيضا يؤمره النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة المنورة عباد بن الصامت رضي الله عنه كان في الوفد الذي ذهب لزيارة المقوقس وكان رجلا أسودا شديد السواد فقدموه ليكلم هو أميرهم قدموه ليكلم المقوقس فقال له المقوقس أما وجدوا أحدا غير هذا العبد ابحثوا عن غيره فقدموه قالوا هو أفضلنا وأعلمنا وهو المتحدث باسمنا وليس ينكر السواد فينا وليس ينكر السواد فينا فتعجب المقوقس كيف يسود هذا الأسود أولئك العرب الأقحاح لكنها قيم الإسلام ومثل الإسلام في موقف غريب حضر بعض زعماء قريش الحارث بن هشام وسهيل بن عمر وحويطب بن عبد العزة حضر وضي الله عنهم في باب عمر يستأذنون في الدخول عليه واستأذن أبو بلال وصهيب وعمار فأذن لهؤلاء الثلاثة وهم من العبيد أصلا ولم يؤذن لسادة قريش الثلاثة فنظر بعضهم إلى بعض وهم غضاب فقال بعضهم لبعض قال سهيل بن عمر يا قوم والله لقد أرى الغضب الذي في وجوهكم أنتم الزعلانين لأنه دخلوا هؤلاء وأنتم لم تدخلوا على عمر رضي الله عنه يا قوم لقد أرى الغضب الذي في وجوهكم لقد دعي هؤلاء إلى الإسلام ودعيتم فأجابوا ورفضتم والله ما فاتكم من شرف الدخول إلى الإسلام أعظم من وقوفنا في باب عمر رضي الله عنه وأرضاه ثم قال هذا ذل لا يرفعه إلا الجهاد في سبيل الله أن أستدرك ما فاتني من سابقة في الإسلام بأن أجاهد في سبيل الله أن أقوم بأعمال صالحة ثم قام إلى الشام رضي الله عنه وأرضاه يجاهد في سبيل الله نعم هكذا الصحابة رضي الله عليهم بعد النبي عليه الصلاة والسلام كانوا حريصين على تحقيق قيم الإسلام العادلة وما تزال الأمة في أعصرها المختلفة تحاول الحفاظ على هذه القيم الإسلامية وكلما كنا أقرب إلى الإسلام كلما كان التزامنا أكثر وأكثر وكلما بعدنا عن الإسلام ظهرت فينا عصبية الجاهلية التي نسأل الله تبارك وتعالى أن يعافينا منها جميعا مشاهدين الأكارم إلى هنا تنتهي حلقتنا لهذا اليوم باسمكم نشكر فضيلة الدكتور منقذ السقار دكتورا في مقارنة الأديان على حضوره معنا في هذا اللقاء كما نشكركم على حسن متابعتكم وإصغائكم نذكركم أنه بإمكانكم إرسال أسئلتكم وصف سراتكم من خلال المنصات الظهر على الشاشة أمامكم نستودعكم الله سلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أسألوا أبل الذكر إن كنتم لا تعلمون